بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الثاني والعشرون في هذا اليوم الثامن من شهر رمضان سنة ألف وأربعمائة وأربع وأربعين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نواصل فيه مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وما زال حديثنا أيها المباركون منذ مجلسين متواصلا في ذكر ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى بشأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وقد سبق الحديث فيما مضى في ذكر بعضهن رضوان الله عليهن ذكر خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم أم سلمة رضي الله عنهن وآخر ذلك ما كان في مجلس ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث ووقف الحديث عند ذكر أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وكان الوقوف في نهاية المجلس المنصر ذكر رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بشأن ذكر حديث أبي سفيان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأعطاه إياهن وفيها إشكال يتعلق بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في هذا الحديث مع ما ثبت في السير أنه تزوجها وهي بأرض الحبشة إذ مات عنها زوجها عبيد الله بن جحش فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وكان النجاشي قد تولى دفع صداقها وإرسالها رضي الله عنها في صحبة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه إلى المدينة حيث استقر بها المقام في صحبة وجوار سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصل في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية متمين بعون الله ذكر ما يتعلق ببقية أمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله قال وهذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به فإنه من زبد الصدور لا من زبدها نعم تقدم الحديث أن ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وابن حبان أيضا في صحيحه وبعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال معاوية قال أبو سفيان ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال أبو سفيان وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زميل راوي الحديث عن ابن عباس ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم قوله ثلاث أعطينيهن يا رسول الله يعني أعطيني ثلاث خصال ليكون لي عندك جاه ومنزلة فيعرف الناس قدره ومكانته أبو سفيان رضي الله عنه كما تقدم تأخر إسلامه فإنه ما أسلم إلا في فتح مكة يعني لما أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وأبو سفيان سيد من سادات قريش ومن أعظم قاداتهم وأكبرهم دهاءا فرجل سيد في قومهم فرأى أن تأخر إسلامه رضي الله عنه حط لمنزلته بعدما عم الإسلام وانتشر الدين ودخل العالم في دين الله أفواجا فكان الناس لا يرون لأبي سفيان مكانته اللائقة به بعد إسلامه رضي الله عنهم فجاء يذكر هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فوافق النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الثلاثة الخصال ومنها قوله عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيب أزوجكها موطن الإشكال في الرواية هذه الجملة لأن أبا سفيان قال هذا بعد فتح مكة بعدما أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة يعني قبل السنة السابعة من الهجرة فهذا موطن الإشكال هي قد تزوجت والذي تولى تزويجها النجاشي وهو الذي دفع صداقها فلا يمكن أن يحمل قول أبي سفيان أزوجكها وقد تزوجت قبل باتفاق أهل السيار أن أم حبيبة لما تزوجت كانت بالحبشة تماما كما اتفقوا أن خديجة رضي الله عنها تزوجها بمكة وأن حفصة تزوجها بالمدينة وأن صفية تزوجها بعد خيبر كما اتفقوا على تلك المواضع اتفقوا على أنه تزوج صلى الله عليه وسلم أمنا أم حبيبة وهي بأرض الحبشة فهنا وقع الإشكال في قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وزوجكها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وهنا ساق المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره العلماء من تأويلات لهذه الجملة الحديث صحيح سندا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح فكان لأهل العلم تجاه هذه الرواية موقفان أحدهما موقف يصحح الحديث لأنه في صحيح الإمام مسلم وقد انعقد الإجماع على صحة ما أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين فلما صح الحديث احتاجوا إلى تأويل الجملة ومضت عدة إجابات عن تأويل هذه العبارة والموقف الثاني الذي انتقد الحديث وأعل سنده وجعل موطن العلة فيه راويه عكرمة بن عمار وجعلوا هذا من مواضع الخلل والنقد في الروايات التي أخرجها الإمام مسلم وأحدكم سأل في نهاية مجلس الأسبوع الماضي أن ينتقد الحديث أو يضعف وهو في صحيح الإمام مسلم والجواب أن عامة ما في الصحيحين صحيح باتفاق العلماء وثمت روايات معدودة تعقبها المحدثون انتقد فيها الإمامان في إخراج تلك الأحاديث في الصحيحين وهذه الأحاديث معدودة وهي في صحيح الإمام مسلم أكثر منها في صحيح الإمام البخاري وتعقبها الآئمة الحفاظ النقاد الكبار كالإمام الدار قطني في تتبعاته وإلزاماته وهذا الحديث من تلك المواضع التي انتقدت فإما أن ينتقد الحديث بضعف سنده وجعلوا موطن الضعف فيه راويه عكرمة بن عمار وإما أن ينتقد المتن لنكارته يعني مخالفته للواقع في شأن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمي لا أمي حبيبة وهي بأرض الحبشة رضي الله عنها من الإجابات التي مضت كما تقدم معكم في مجلس ليلة الجمعة الماضية قال ابن القيم رحمه الله قد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعدد الطروقهم في وجهه فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح وأعرض عن رواية السير والأخبار والتواريخ أنه تزوجها لما كانت بأرض الحبشة قالوا وهذا يكون أصح مما ينقله المؤرخون وأرباب السير قال ابن القيم هذه طريقة باطلة عند أدنى من له علم بالسير والتواريخ جواب ثاني قال الطائفة بل سأله أن يجدد له عقد النكاح تطيبا لقلبه لأنه عقد نكاحها وأبوها كافر أبو سفيان رضي الله عنه آنذاك فلما كانت تزوجت بغير معرفة أبيها أراد أن يجدد عقدها قال ابن القيم وهذا أيضا جواب باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان أن يطلب مثل هذا الطلب جواب ثالث وذكره عن الإمام البيهقي والمنذري أن يكون هذا السؤال قد قاله أبو سفيان في بعض زياراته إلى المدينة بعد صلح الحديبية وهو إذ ذاك لم يزل كافرا فجاء عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قد يبحث عن زوجة وقد توفي زوج ابنته أم حبيبة جاء فعرض تزويجها على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستقيم الرواية مع السياق التاريخي لكن هذا أيضا لا يصح لأن في الحديث قال ومعاوية تجعله كاتبا قال وتؤمرني على قتار الكفار فهذا لا يساعد أن يكون هذا الحديث قد وقع وأبو سفيان لا يزال على كفره بل هذا ما حصل إلا بعد فتح مكة وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وقال جواب رابع أن يكون المعنى أني أزوجك ابنتي أم حبيبة يعني أرضى أن تكون زوجة لك لأني قبل ذلك لم أكن راضيا وأنا الآن قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك لما جاء ابن القيم رحمه الله وعرض تلك الإجابات قال هذا وأمثاله لو لأنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بن الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به يقول مثل هذا ليس من العلم الذي يصرف فيه الوقت ويحقق فيه المعنى لأن الجواب ضعيف وتلك إجابات ليست على طريقة المحققين من العلماء الراسخين ثم قال رحمه الله فإنه من زبد الصدور لا من زبدها وهذا من لطيف عبارات الإمام بن القيم رحمه الله الزبد رغوة لا لب فيها وأما الزبدة فهي خلاصة الشيء وعصارته يقول هذا الكلام هو من زبد الصدور لا من زبدها يعني ليست من الكلام العلمي المتين المحقق الذي يمكن أن يستند على مثله ثم واصل رحمه الله في ذكر أيضاً بعض الإجابات ليحرر المسألة وينهي الكلام عنها نعم أحسن الله أريكم قال رحمه الله وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظناً منه أنه قد طلقها في من طلق وهذا من جنس ما قبله يعني من جنس ما قبله في ضعف هذا الجواب وتكلف هذا التأويل أنه لما وقعت حادثة إشاعة خبر تطليق رسول الله عليه الصلاة والسلام لزوجاته سمع ذلك أبو سفيان فجاء إلى المدينة فعرض تزويجه أم حبيبة رضي الله عنها قال وهذا أيضاً من جنس ما قبله لأنه تكلف يعني أبو سفيان لما كان على الكفر ما الذي يحمله على السفر إلى المدينة ليعرض تزويج أم حبيبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضاً فإن في الحديث كما تقدم طلب تعيين معاوية كاتباً للوحي وطلبه لنفسه أن يؤمر على قتال المشركين وهذا لا يستقيم أن يحمل على الزمن الذي كان فيه أبو سفيان على غير الإسلام رضي الله عنه وأرضاه أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته هذا جواب أخير ساقه المصنف رحمه الله قال لا الحديث صحيح وأبو سفيان جاء بعدما أسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ابنته لكن انتبه ليست ابنته أم حبيبة بل ابنته الثانية أختها رملة طيب أم حبيبة قال لا أم حبيبة قد تزوجت من قبل طيب السؤال هل يصح أن يجمع بين الأختين في النكاح الجواب لا يصح لكن أبا سفيان كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف حكم تحريم الجمع بين الأختين هل هذا وارد؟ نعم وارد فقد خفي هذا الحكم حتى على زوجة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ابنته أم حبيبة ألم يصح في الحديث أنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أختها؟ قالت يا رسول الله إنا نسمع أنك تبحث عن نكاح فإذا كنت متزوجا فتزوج أختي قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم إني لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي يعني أنا لست وحيدة عندك بين النساء وإذا كانت ستكون هناك ضرة لي فأحب يشاركني في هذا الخير أختي فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الحكم أنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين كما قال الله تعالى في المحرمات في النكاح وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإذا كان هذا الحكم خفي على أم حبيبة رضي الله عنها وهي مسلمة وفي بيت النبوة زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يبعد أن يخفى هذا الحكم على أبيها وهو حديث عهد بإسلام وعندئذ سنقول الرواية صحيحة وقول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أزوجكها لم يقصد أم حبيبة بل قصد أختها رملة وحصل الخلط في السند في الرواية من بعض الرواة أنه وهم فأبدل الاسم بأم حبيبة وإلا فالصواب أختها رملة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال الطائفة بل الحديث صحيح ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت يا رسول الله طبعا إذا قال أختها رملة لأن أم حبيبة قيل اسمها هند وقيل اسمها رملة فإذا قلت إن اسمها هند فيكون المقصود بالحديث أختها الثانية وهي رملة بنت أبي سفيان أحسن الله إليكم قال رحمه الله فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم حين قالت يا رسول الله هل لك في أخت ابنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قالت تنكحها قال أو تحبين ذلك قالت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الراوي من عنده أم حبيبة وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة وهذا الجواب حسن لو لا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل والصواب أن أخت أم حبيبة التي يمكن أن يحمل عليها تأويل الرواية كما هو في كتب التراجم والسير اسمها عزة وليست رملة فيكون أم حبيبة اسمها هند أو رملة وأختها التي عرض أبو سفيان نكاحها على النبي عليه الصلاة والسلام اسمها عزة ولعله سبق قلم من المصنف رحمه الله تعالى حسن الله عليكم قال رحمه الله وهذا الجواب حسن لو لا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي نعم إذا صح هذا الجواب واستحسنه أهل العلم فإنه لا يصح مع تتمة الحديث ألم يقل في النهاية فأعطاه ما سأل إذا قبل أن يتزوج ابنته الثانية وهو هذا غير صحيح قل إذا قوله فأعطاه ما سأل يعني ثنتين من الثلاثة أنه أجابه في قبول تعين معاوية كاتبا للوحي وتولية أبي سفيان على بعض القتال وأنه لم يتزوج ابنته فقوله فأعطاه ما سأل يعني غالب ما سأله هي خصلتان من الثلاث نعم قال وهذا الجواب حسن لو لا قوله في الحديث فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي فإنه أعطاه بعض ما سأل فقال الراوي أعطاه ما سأل أو أطلق هتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل والله أعلم تم هنا حديث المصنف رحمه الله عن تاسع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها نعم قال وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويي بن أخطب سيد بن النغير هذه عاشر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام عاشر أمهات المؤمنين يا أمة الإسلام صفية بنت حويي بن أخطب نعم قال وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويي بن أخطب سيد بن النغير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي ابنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها طيب هذه صفية قال ابنة نبي وزوجة نبي وعمها أيضا نبي لأنها من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام فإذا قلنا ابنة نبي فمن المقصود أبوها هارون وإذا قلنا عمها نبي موسى عليه السلام وإذا قلنا زوجها نبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح فيما صحح الإمام الترمذي وأخرجه عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت عنها بنت يهودي يعني في مقام ما حصل بين الضرائر من المناكفات والخصومات قالت عنها بنت يهودي فبكت صفية فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيكي فقالت حفصة إني بنت يهودي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك نبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال لها اتق الله يا حفصة أخرجه الترمذي هذه منقبة لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها قال كانت من أجمل النساء العرب هي من يهود بن النظير ولما غزى النبي عليه الصلاة والسلام بن النظير ووقع أسراهم في السبي كان النساء ضمن السبي ولما ذكرت صفية لرسول الله عليه الصلاة والسلام اصطفاها لنفسه يعني اختصها من بين السبي لنفسه ولهذا تسمى كانت من الصفي يعني اصطفاها واختارها عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصنة ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حلت يعني من عدتها بعد أن حاضت وطهرت بنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام اصطفاها فكانت أمة تحته عليه الصلاة والسلام وخيرها بين أن يعتقها ويتزوجها وبين أن تكون تحت يده أمة يطأها بملك اليمين وخيرها بين أن تبقى على اليهودية في دينها فيعتقها وبين أن تسلم فتختار الله ورسوله والدار الآخرة كما ذكر ذلك بعض أصحاب السير فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة واختارت ما هو خير لها في دنياها وأخراها زواجا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعتقها وجعل عتقها صداقها ومن هنا قال الفقهاء يجوز أن يكون الصداق منفعة ولا يشترط أن يكون مالا فمن العلماء من قال عتق الأمة لا يكون مهرا وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور كما سيذكر المصنف الآن على أن هذا تشريع للأمة أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها فيجوز لأي رجل في الأمة إذا كانت عنده أمة وأراد أن يتزوجها أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها والذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صفية دليل على مشروعية ذلك نعم بسم الله إليكم قال رحمه الله وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقها نعم قول الجنهور مالك والشافع وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع أن عتق الأمة وجعلوا العتق صداقا في النكاح خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام والإمام أحمد وفقهاء الحديث يرون ذلك غير خاص به وسيصحح هذا المصنف قال والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين ولم يقل هذا في المعتقه ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك أي شيء يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه تشريع للأمة وإذا كان خاصا به بيّن الخصوصية فما لم يثبت دليل الخصوصية بقينا على الأصل وهو تشريع فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام للأمة جمعا ولهذا لما فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام مع أمنا صفية رضي الله عنها كان ذلك دليلا على المشروعية وبه رجح المصنف أن عتق الأمة يصح أن يكون صداقا لها وليس هذا من خصوصيات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله إليكم قال رحمه الله والله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لألا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي وهذا ظاهر ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنبيها وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذكره الغزوات وتحديدا عند ذكر غزوة خيبرة وما ذكره أيضا في فصل القضاء قضاء النبي عليه الصلاة والسلام وسيعرض مرة أخرى للمسألة هناك بمزيد تفصيل واستدلال أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها هذه الزوجة الحادية عشرة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخرهن أمنا ميمونة بنت الحارث كان اسمها برة فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة هي آخر امرأة تزوجها آخر أم لي ولك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بعد عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة فهي آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام ما تزوج بعدها امرأة حتى مات قال هي آخر زوجاته تزوجها في عمرة القضاء نعم قال ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس ووهي ما رضي الله عنه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية أخواتها شقيقاتها لبابة الكبرى ولبابة الصغرى لبابة الكبرى تكنى بأم الفضل وهي زوجة العباس بن عبد المطلب فلذلك عبد الله بن عباس تكون ميمونة خالته وأما لبابة الصغرى فهي زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد فميمونة أيضا خالة خالد بن الوليد وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس ابن خالة والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بخالتهما ميمونة وها هنا تفهم الحديث الذي في الصحيح لما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه دول الله بن عباس كان يبيت لأنه بيت خالته ميمونة وخالد رضي الله عنه أيضا كان في مجلس جالسا في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام والمقصود في بيت ميمونة لأنها خالته أيضا فهاتاني أختان لميمونة رضي الله عنها لبابة الصغرى ولبابة الكبرى لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس ولبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد رضي الله عنه ولميمونة أيضا أخوات من أمها منها منهن أختها أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ثم لما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه ثم لما مات في خلافته تزوجها علي رضي الله عنه فتزوجت بالكبار من سادات الصحابة رضي الله عنهم هذه أسماء بنت عميس ومن أخوات ميمونة من أمها زينب بنت خزيمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قال قائل كيف تزوج أختين زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث وهما أختان كيف جمع بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام الجواب أنه ما جمع بينهما تزوج زينب بنت خزيمة ثم ماتت وقد تقدم أنها لم يطل بها المقام في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بعد ذلك ميمونة بنت الحارث فهتان أختان من الأم ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن جميعا في زواجه من ميمونة مسألة فقهية خلافية هل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث وهو محرم أو تزوجها حلالا يعني وهو متحلل من إحرامه لأن هذا حصل بعد عمرة القضاء عمرة القضاء يا كرام التي حصلت بعد صلح الحديبية وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد مكة معتمرا سنة ست من الهجرة ومنعته قريش ووقعوا صلح الحديبية كان من بنود الصلح أن يعود للعمرة من عامه القادم فلما كان العام القادم سنة سبع وجاء للعمرة سميت عمرة القضاء يعني قضاء عن عمرته التي تحلل منها في الحديبية في تلك السفرة في عمرة القضاء تزوج ميمونة ومن شأوا الإشكال والخلاف الفقي في المسألة تعارض الروايات فابن عباس رضي الله عنهما وقلنا إن ميمونة خالته يقول تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم وأما أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وميمونة نفسها رضي الله عنها فيرون أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوجها إلا بعدما تحلل من إحرامه ما كان محرم أن تزوجها حلالا والحديثان صحيحا فها هنا للعلماء أيضا موقف في تجلية هذا الإشكال والصحيح والراجح أنه تزوجها حلالا لأن من محظورات الإحرام النكاح فلا ينكح المحرم ولا ينكح كما قال عليه الصلاة والسلام وسيعرض المصنف للمسألة ها هنا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال أنا كنت السفير بينهما وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها وكان غائبا عن القصة لم يحضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم نعم ويتعضد هذا الترجيح الذي ذكره أن أبا رافع وهو من مواني رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أنا كنت السفير بينهما في قصة عقد النكاح هذا الرجل أدرى فإذا قال تزوجها حلالا فقوله أوثق طيب وابن عباس أخطأ ووهم رضي الله عنه ويتعضد هذا برواية ميمونة رضي الله عنها نفسها صاحبة القصة والشأن زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أخبرت أنه تزوجها حلالا فمن هنا قال العلماء الصحيح والراجح من الروايتين ما اتفق عليه أبو رافع وميمونة من ثلاثة وجوه الأول أنها ترجيح روايتين على رواية وهذا ترجيح بالكثرة والثاني أن أبا رافع كان السفير والثالث أن ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة والشأن وهي أدرى من غيرها بما تحكي من قصة نكاحها برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله أليكم قال رحمه الله وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف يعني ماتت أيام خلافة معاوية سنة 51 للهجرة وقبرها بسرف على أطراف مكة من جهة الشمال للخارج من مكة إلى المدينة فإنها دفنت هناك رضي الله عنها أحسن الله أليكم قال رحمه الله قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية وقيل القرضية سبيت يوم بني قريضة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها وقال الطائفة بل كانت أمته فكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدودة في السراري لا في الزوجات ريحانة هل هي زوجة أو جارية من ملك يمين رسول الله عليه الصلاة والسلام قولان للعلماء فإذا عددتها زوجة كم يصبح عدد الزوجات؟ 12 زوجة والصحيح الذي روى أنس رضي الله عنه وأخرجه الشيخان أن عدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 زوجة مات عن 9 منهم فريحانة بنت زيد النظرية من بني النظير وقيل القراضية وهذا الراجح من سبي بني قريضة أيضا في غزوتهم لما غزاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام اصطفاها من السبي كانت صفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها ثم طلقها ثم راجعها فإذا قلت أعتقها وتزوجها إذن حكمها حكم صفية بنت حيي تكون زوجة أعتقها وجعل عتقها صداقة هذا القول الأول الذي اختاره بعض المؤرخين كالواقدي القول الثاني الذي رجحه المصنف وهو الذي عليه عامة أهل العلم أن ريحانة جارية كان النبي عليه الصلاة والسلام يطأها بملك اليمين ولم يعقد عليها نكاحا وبالتالي فهي معدودة في إماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في زوجاته قال بل كانت أمته يطأها بملك اليمين فهي معدودة في السراري لا في الزوجات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والقول الأول اختيار الواقدي ووافقه عليه شرف الدين ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم في حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار يقول في ساعة يدور على نسائه عليه الصلاة والسلام والمقصود بالدوران حصول المباح من الجماع والوطئ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وفي هذا إشارة إلى ما أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام من القوة التي كان يقوى معها على ما ذكره أنس رضي الله عنه قال في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة كيف إحدى عشرة؟ إحنا قلنا إحدى عشرة ألا تجتمعنا في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن خديجة ماتت بمكة وزينب رضي الله عنها ماتت بعد نكاحها كما تقدم بشهرين أو ثلاثة فقول أنس كان يدور في الساعة الواحدة على زوجاته وهن إحدى عشرة ما يصح لأن خديجة قد ماتت فما كان العدد إحدى عشرة ما كنا إلا تسع فكيف نقول إحدى عشرة؟ إنما اجتمع له في وقت واحد صلى الله عليه وسلم من النساء تسع نسوة لا أكثر لأن أنس رضي الله عنه يقول كان للنبي تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع كما في صحيح مسلم يعني بعد تسعة أيام حتى يعود الدور إلى الأولى التي قسم لها من هن التسع؟ عائشة وسودة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وجويرية وصفية هؤلاء التسع التي مات عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أنا لما أقول في الحديث أنه كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة وهن إحدى عشرة قال ابن كثير المراد بالإحدى عشرة التي كان يطوف عليهم التسع المذكورات يعني إذا أخرجت خديجة وزينب رضي الله عنهما يبقى تسع من إحدى عشرة ثم تضيف الجاريتين مارية القبطية وريحانة فيقول المجموع إحدى عشرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف عليهن في الساعة الواحدة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن وأما من خطبها ولم يتزوجها ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها فنحو أربع أو خمس وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه ستجدون في بعض كتب السيرة أسماء لبعض النساء التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعقد عليها أو عقد عليها ثم فارقها في ساعتها كما سيأتي الإشارة إلى الجونية وإلى البياضية الأخرى التي رأى في كشحها بياضا والتي استجارت بالله منه عليه الصلاة والسلام فقال لها لقد استعذت بمعاذن إلحقي بأهلك فحصل بعض المواقف التي لم يتم له فيها الزواج منهن كم عدد هؤلاء؟ قال المصنف التي خطبها ولم يتزوجها أو وهبت نفسها له فلم يتزوجها أربع أو خمس لكن بعض المؤرخين يسرد من العدد ما يتجاوز ذلك إلى العشرة والعشرين والثلاثين قال المصنف أهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله وأما اللواتي اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يتم له عقد نكاحها فقد اختلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن فالمحققون لا يجزمون بذلك العدد ولا في تفاصيل تلك الأخبار إنما هي روايات تساق لا زمام لها ولا خطام فلا يمكن الجزم بشيء منها والإمام الذهب في السيار أورد جملة من هؤلاء ثم قال هذا ونحوه إنما أوردته للتعجب لا للتقرير يقول أوردته تعجبا كيف يذكر كل هؤلاء في تعداد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لإقرار ذلك أو إثباته نعم أحسن الله عليكم قال والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها الجونية يعني بنت الجون مشهورة بهذا الاسم يقال لها الجونية نعم قال فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها يذكر في تفاصيل القصة أن بعض زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل عائشة وحفصة وقيل غيرهما لما دخلنا عليها وهي تجهز لرسول الله عليه الصلاة والسلام أسررنا إليها بكلمة أنك إذا دخل عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولي له أعوذ بالله منك فلما دخل عليها قالت ما قيل لها فوقف عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك وما فطنت رضي الله عنها أنها بثلك الكريمة صرفت رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها قال فأعاذها ولم يتزوجها نعم قال فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها يعني لما رأى بكشحها بياضا يعني في وسط بطنها رأى بياضا مثل البرص ونحوه فانصرف عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكر أيضا هذا في تعداد بعض النساء التي لم يتم عقد نكاحهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن هذا هو المحفوظ والله أعلم يعني لما دخلت المرأة قالت وهبت نفسي لك يا رسول الله فلم يجبها فلما وقفت وكررت مقالتها قال رجل من الصحابة يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل معك ما تصدقها فلما تم الحديث أنه زوجه إياها بما معه من القرآن هذه أيضا إمرأة تذكر في النساء التي ارتبط ذكرهن بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يقسم منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية هؤلاء التسع مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أضفت زينب بنت خزيمة وأضفت خديجة بنت خويريد صار العدد إحدى عشرة زوجة ولا يشكل عليك حديث أنس كان يطوف في الساعة الواحدة على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة فإنك تضيف مكان الزوجتين كما قلنا الجاريتين والأمتين ريحانة وماري القبطية رضي الله عنهن جميعا قال توفي عن تسع وسمعت أسماءهن عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية قال كان يقسم منهن لثمان يعني يقسم في المبيت في النكاح ليش تسعة ويقسم لثمانية؟ نعم سودة رضي الله عنها كانت قد تنازلت عن ليلتها لعائشة فالزوجات تسع لكن المبيت كان لثمان منهن رضي الله عنهن نعم قال وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم أول زوجاته عليه الصلاة والسلام موتا على الإطلاق من؟ خديجة رضي الله عنها فإنها ماتت قبل الهجرة وهذا من باب ذكر إحداث السير وأما الزوجة التي ماتت في حياته فاثنتان خديجة وزينب بنت خزيمة وأول زوجاته موتا بعد مماته عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش إذن فالزينبان من أسرع نسائه موتا رضي الله عنهن زينب بنت خزيمة ماتت في حياته وزينب بنت جحش أول امرأة ماتت بعد مماته عليه الصلاة والسلام لما قال لزوجاته أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا يقصد البذل والصدقة والمعروف والإحسان فكانت زينب رضي الله عنها أما آخر نسائه موتا فعلى خلاف قيل أم سلمة التي ماتت سنة 62 في خلافة يزيد بن معاوية وقيل ميمون بنت الحارث وقيل صفية والله أعلم بذلك لكن هذا ما يتعلق بذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم الفصل وبه تم مجلسنا اليوم أيها الكرام الليلة ليلة الجمعة وأنتم مقبلون على خير عظيم وبركة كبيرة من ليالي رمضان وليلة شريفة هي ليلة الجمعة فاستكثروا فيها من حظ أنفسكم ومن الحسنات التي تصب عليكم ومن خير يكون لكم عند ربكم بصلاته جل جلاله عليكم بكثرة صلاتكم وسلامكم على نبيه ومصطفاه حبيبي القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذكروا دوما قوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وماك محمد خلقا وخلقا أطل فكان إشراق الحياة عليه صلاة ربي ما أعادت شفاه الكون حي على الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العولى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين